متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تطبيق عمل اللي بنستخدم به شاة GPT for O في عمل PowerPoint أو Presentation جهزة يفتحها كملف ونشتغل عليها على طول لو تفتكروا كنا من فترة يعني بعيدة شوية مش بعيدة قوي لأن طبعاً التطورات بتبقى متلحقة كنا بناخد VBA Code بيعملهن شاة GPT ونروح نحطه داخل PowerPoint في Visual Basic ككود ونبتدي نحن نعمله Run ونحصل على PowerPoint بتاعتنا ولكن النهاردة هنخلي شاة GPT يعمل الموضوع ده تماماً يعني من From Scratch وكل اللي علينا ان احنا هنفتح ملف البي بي تي ونعمل Edit عليه نعدل عليه او نحط صور او نزبط الBackground او كل هذي الأشياء المعائية في تضبيطة PowerPoint بتاعنا فدلوقتي الموضوع بقى أسهل وبقى أفضل هنعمل الموضوع ده ازاي؟ أول حاجة ودايماً بنصح بيها ان انت تجيب الأمر المظبوط الموضوع مش مجرد ان انت ترفع الPDF او الDocument وتقوله Create a PowerPoint مثلاً او Presentation لا أنا عايزك تقوله اعمل لي ازاي الPowerPoint وده هنستخدم فيه موقع من المواقع اللي تكلمت عنها من قبل واللي بتولد لي شاة GPT Prompt لتسك معين هبتدي اروح لأحد هذه المواقع والمواقع ده اتكلمنا عنه قريب هروح لي الشاة GPT Prompt Generator طبعاً حطلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو الخاصة بالمواقع اللي بشرحها بشكل عام أي موقع بتناوله داخل الفيديو بحط الرابط بتاعه في الوصفة أسفل الفيديو هنا الرول ايه هي؟ انا حقولي ان انا مثلاً اكاديميك ريسيرشر البيدي اف اللي عندي او الدوكيمنت اللي عندي فيه بروجيكت معين وانا عايزة احاوله الPowerPoint فهنا حقوله التاسك حقوله كييت اه PowerPoint او بي بي تي هبتدي اقوله جينيريت البرومت عشان يديني الأوتبوت الامر هاخد الامر كله كوبي كده الامر ده هاخده كوبي وهبتدي اروح لشاة GPT وهنا هبتدي الاول ارفع الفايل بتاعي نفترض ان هو بي دي اف وحبتدي احط الامر اللي انا جبته من الموقع اللي عملي الامر اللي هو الشاة GPT برومت جينيريتور وبعد كده هبتدي ادوس انتر علشان نشوف النتيجة اللي حيده اول حاجة وبيبتدي يقرأ الدوكيمنت هنا بيبتدي يقولي I will create الpowerpoint هيبتدي هنا يعمل لي الpowerpoint بتاعي سلايد 1 وسلايد 2 وسلايد 3 زي ما احنا شايفين وهنا هو هيولد لي الاول السلايدس علشان لو انا عايزة اضيف حاجة معينة للسلايدس اضيف سلايد تانية ممكن انا اقول له ضيف لي السلايدس دي طب بعد ما اخلص خالص هو حيقول لي ايه نفترض ان انا مش هضيف اي حاجة يعني حكتفي بالسلايدس اللي هو عطاهالي بعد ما يخلص الكونكلوجين وهنا هنا الامر كان فيه اعمل لي سلايد فيها Q&A اسئلة واجوبة اتبع بالضبط الامر هنا حقول له Convert To BBT حول هالي لي BBT او Powerpoint هيبتدي يعمل لي ايه هيبتدي يكتب البيتون كود لو كبرنا هنا شوية هنا ابتدى ان هو يكتب لي البيتون كود بتاعي هاستنى لحد ما يخلص خالص لسه بيعمل Analyzing زي ما احنا شايفين لسه ما خلص وفي الاخر خالص بيجهز لي الباوربوينت وبيقول لي Download the Presentation لو رحت ضص على Download the Presentation البرزنتيشن بتتحمل عندي على الجهاز وبتتفتح مباشرة على الباوربوينت وهروح افتح الباوربوينت ونشوف الباوربوينت بتاعنا فتحت الباوربوينت زي ما انتوا شايفين الباوربوينت جاهز تماما هنا هتبتدي ان انت تكتب بريزنتر اسمك الdate وهنا الريسيرش اوفربيو والميثادولوجي والكي كونسبس والكي فايندينج والديتا فيجولايزيشن والامبليكيشنز والفيوتر دايريكشنز وكل ما له علاقة بالمحتوى انت بس بتزبط الفونت بتبتيز تزبط الكلام ده كله وعلى فكرة انت ممكن انت تقوله انت عايز الفونت ايه الخاص بالتايتل او الفونت الخاص بيه البراجراف كلام ده كله ممكن تحدده ولكن بشكل عام احنا بيكون جوه البيدي اف كلام كتير وبنبقى محتاجين الكي بوينتز عشان لما نيجي نشرح قدام المتلقي للبريزنتيشن نبقى قدامنا النقط اللي احنا هنتكلم عنها فبالتالي احنا هنا بنجهز باوربوينت وبنبتدي بعد كده نعدل الالوان والكلام ده كله وانت ممكن تطلب انه هو يعمل لك الفيجولايزيشن او الالوان او يهتم بالكالرز ممكن تطلب الكلام ده ولكن بشكل عام انا بواريك اسهل طريقة تعمل بيها باوربوينت من غير بقى في بي اي كود والكلام ده كله والموضوع بقى سهل جدا جدا باستخدام شات جي بي تي فور او زي ما انتوا شايفين اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة حاول بشكل يعني عملي تطبق وحاول تستفيد من شات جي بي تي فور او ما تشغلش نفسك بالتحديثات المستمرة انا بحاول انقلكوا التحديثات عشان تبقى عارفها ولكن اشغل نفسك دايما بالتطبيق العملي لانه اهم التحديثات ما بتنتهيش والاهم من التحديثات ان احنا نقدر نستخدم هذه التحديثات بشكل يفيدنا بشكل يومي في حياتنا الوظفية او في حياتنا العملية او الدراسية اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فور يو زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك وشير وكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته